موسيقى إن شاء الله راح يتصادف أنه دخول الجماهير للملعب بعد الإفطار مباشرة أهلاً فيكم من جديد مكملين معكم بـ Extra Time أكيد كلنا منتابع مباريات بطولة دوري المحترفين وباقي مباريات كرة القدم الأردنية بشتى درجاتها ويمكن ما منتبه للجهد الكبير اللي بيقدموه رجال الأمن من أجل المحافظة على أمن ملاعبنا وحدة أمن الملاعب تقوم بعمل جبار خلال المباريات وأفرادها بيكونوا منذ الصباح الباكر وقبل حضور الجماهير بساعات ما هي مهام وحدة أمن الملاعب وما هي الرسائل اللي يجب على جماهيرنا إنها تسمعها كل هذا راح نحكي فيه مع المقدم ميلاد بيكو ريكات قائد وحدة أمن الملاعب مساء الخير وأهلا وسهلا فيك مساء الخير أستاذها سميحة ومساء الخير عليك وعلى كوادرك وعلى كوادر Extra Time وعلى قناة رؤية للصرح الإعلامي ومساء الخير على جميع المشاهدين شكرا إليك مبسطين فيك أنت اليوم بأرضنا وملعبنا دائما إحنا بنكون عندك بالملعب اليوم أنت موجود معنا إن شاء الله سيتدعون ميلاد بيك عمل كتير كبير لكافة قوات الأمن سواء كانوا درك أمن عام دفاع مدني بكافة المباريات من شوف هذا الإشيء وبكافة تخصصاتهم وهي فرصة طبعا لنشكر الجميع على الجهود الجبارة التي تبذلوها للحفاظ على الأمن وتحافظ على النظام وكل الترتيبات تكون مسهلة للجماهير بداية خلينا نعرف بالتفصيل خلي الناس تكون فاهمة ما هي مهام أمن الملاعب وكيف استحدثت هذه الوحدة منذ سنوات ستي بداية أنا اسمحيلي قبل ما أبلش أحكي باسمك وباسم جميع أخواننا بجهاز الأمن العام على رأس معطوفة الباشة حسين الحواتبة نهن صاحب سموه للولي العهد الأمين بأيد ميلاده ونتمنى إن شاء الله العمر المديد إن شاء الله تعالى زي ما بتعرفي أستاذ سميحي يمكن أنت ملازمة أنه دائما أنت بأخواننا بالبرنامج إكسترا تايم بجميع الفعاليات الرياضية والأحداث الآن إحنا دخلنا على مرحلة من التسارع بالأحداث الرياضية والانفتاح طبعا هذا الحكي مش من اليوم هذا الحكي إحنا اشتغلنا عليه من خمس سنين كان عطوفة لواء الركن حسين الحواتب مقادل لقوات الدرك أنا ذاك أمر بتشكيل وحدة أمنية متخصصة بأمن الملاعب هذه الوحدة بتكون عندها الاحترافية بتكون عندها المهنية بيكون عندها حتى الجمالية كمان بأداء الواجب بتعنى فقط بالمواجبات الرياضية سواء مباريات كرد قدم سواء صلاة مغلقة سواء مهرجانات احتفالات بتقوم على تعتمد على تدريبات نوعا ما نظرية برامج تدريبية تمارين عملية تثقيف حتى نصل احنا لمرحلة انه احنا فعلا احنا قادرين نتواكب ونتعامل مع اي احداث بتواجهنا فكانت تأسيسها بالالفين وسبعتاش واستمرنا فيها الحمد لله لغاية الان ولغاية الان احنا كل يوم نتعامل مع حدث جديد وبنستشعر الرؤية المستقبلية لقدام ايش جاينا وموصلنا لمرحلة الكمال للامانة لغاية الان احنا راضين عن انفسنا لكن الطموحنا اكبر كمان ان شاء الله بالمستقبل جميل فكانت الفكرة هاي على تشكيلها الان احنا احنا اوكي شكلنا ايش بنا نقدم كيف بنا نقدم حالة للناس اشتغلنا على موضوع اللياقة البدنية واللياقة الجسمانية ولمني جسم كويس لمرتبنا ولا لأفرادنا وشبابنا ايضا كمان ما اهملنا الجانب الاهم اللياقة الذهنية والتركيز والتثقيف برضو انت بتقدم رسالة بدك تكون انت فاهم وعارف شو الاحداثية اللي بتصير فيها نطلع احنا قاعدين عن مباريات الحمد لله قاعدين الان بنعرف برنامج الدوري ترتيب الفرق الصالة المغلقة هاي بطولة اسيوية شو نظامها هاي بطولة محلية هاي بطولة مثلا شابات كيف نتعامل معها طيب هل تختلف المهام بين بطولة واخرى او مباراوة تانية حسب حجمها وحسب حجم الجمهور الموجود نعم صحيح ستي هي بتختلف اختلاف كبير في بين الفعاليات في اختلافات كبيرة هذا الاشي احنا كيف اشتغلنا عليه صرنا بنصنف نيجي احنا بنصنف النشاطات هذا مهرجان حشد كبير هاي بطولة مثلا صالة مغلقة هاي مثلا بطولة كرة قدم هاي مثلا بطولة شابات هاي بطولة فئات عمرية هاي بطولة اسيوية واحنا بنحكي عن كل الرياضات ما بنحكي بطولة كرة قدم نعم صحيح نحن وحدة ملاعب توعنا بجميع الفعاليات والنشاطات والتعامل مع العشود يعني مهرجانات اعتصامات احتفالات رياضات مختلف في اشكالها صلاة مغلقة فنجي احنا بنصنف بنجي نحكي مثلا عن دور المحترفين اللي هو خلني نحكي الحدث الابرز بالامانة بكل المجالات الرياضية اللي بتعامل فيها بنجي بنصنف احنا الفرق الف باجين وهذا الاشي معمول الان طبعا تصنيفنا يبنى على شو يبنى على قاعدة بيانات نخذها احنا من اخواننا بالاتحاد كرة القدم بناء على الاستشعارات اللي احنا بنشتغل عليها بناء على خبرتنا بنصنف الفرق هاي بنصنف الاندية كمان برضو حسب قاعدة الجماهرية لما بتلعب عندي انت مباراة مثلا بتكون عندي مباراة مثلا بين فريق من تصنيف الف قاعدة الجماهرية كبيرة مع فريق مثلا قاعدة جماهرية قليلة وين اركز انا الملعب وين وين بدي العب يعني انا بكرة نازل على العقبة مثلا نازلين احنا بنغطي مباراة للفيصل والعقبة طب ملعب العقبة مثلا مصنف عنا زي ملعب مثلا القويسم اللي كنا فيه مبارح أو ملعب ساد عمان تختلف عن الأمور من سواء تصنيف الفرق تصنيف القواعد الجماهرية برضو كمان المشاعات الرياضية جميل فهذا الإشي يعطينا قوة أنه إحنا طالعين فاهمين طالعين عارفين وراحين لما أنزل على العقبة ساعة الملعب 3000 متفرج مو زي ما أغطي مباراة مثلا على ساد عمان ساعة 15 ألف أو مثلا لما أطلع أغطي مباراة الوحدات مثلا مع احترام لكافة الأندية مثلا مع نادي شباب أردن مش لما أغطي مثلا فيصل ورمثة خلنكون واقعين إحنا يعني في عنا تصنيفات في عنا قواعد بيانات إحنا نشتغل عليها في عنا فرضيات أمنية بنشتغل عليها كمان نستخبر نقدم في جهة أمنية مثلا بيقدمنا الفرضيات الأمنية بتخدمنا استخباريا نحط إحنا هذا الملف قدامنا نجي من نطلع على حالنا وين رحيين إحنا وشو لازم نعمل ونشتغل على هذا الإشي إنه لازم يكون فيه تصنيف طيب بدي أرجع شوي للصفات حكيت إنه فيه دورات خاصة بياخدوها فيه صفات معينة من ناحية البدنية من ناحية الذهنية وكل هاي الأمور اللي لازم تكون برجال الأمن في وحدة أمن الملاعب هل نحكي من ناحية القدرة على التعامل مع الجماهير بتنقو الشخص أو لازم يكون فيه صفات معينة برجل الأمن بوحدة أمن الملاعب يعني شوي صعب التعامل مع الجماهير اللي عندنا خصوصا إنها الجماهير عاطفية وبدها طريقة التعامل مختلفة وخاصة فهل بتركزوا على هاي النقاط بالشخص اللي بده ينضم له وحدة أمن الملاعب أكيد ستي هو شوفي زي ما تفضلت أنت يعني حكيتي فيه ألي التعامل سيستم معين لازم نتعامل فيه مع الجماهير إحنا لما نتعامل مثلا مع احتفال مهرجان مثلا ما بنتعامل بيكون فيه جهة واحدة خلاص عارفين العقلية إنه جاي الناس تتفرج على الفنان أو على الاحتفالية هاي صحيح لكن إحنا الصعوبة للأمانة وإحنا بنعشق بتحدي صعوبتنا كانت بالتعامل مع الجماهير كرة القدم تحديدا لازم إحنا حكيت لك ستي أنا لازم أقنع أخونا المواطن فيه ولازم يعني عشان أقنع فيه لازم أنا أكون جاهز لازم أقدم نفسي صح أنا بتدرب باشتغل حالي جسمي كويس واقف اثنين مخي فاهم أنا وين رايح يعني العقل عندي بيسيطر على حركات الجسم ليه بدي أتوقع كل شيء من جمهوري جمهوري عنده صخب جمهورنا عنده عنده مناكفات جمهورنا عنده طب أنا ممكن هذا الحكي يزعجني مثلا صحيح أنا ليش أنا وقع وقف يمكن أنا بفهم بمشي الناس على طريقتي بدي أمشي الناس على عقليتي لا أنا مسخر بهالجهاز لخدمة المواطن الأردني لخدمة الجمهور بتعامل ستي أنا مع فئات الجمهور كافة بعدين في نهاية المباراة بكتتعامل مع شخصيتين شخصية الفريق الجمهور واللي خاز واللي خسر شوف يعني عادة عن هيك أنا بدي أقدر هذا الطفل بدي رح يجيني طفل رح يجيني ست بنات رح يجيني جمهور دكتور شاب صغير واحد مريض واحد عصبي تف زياد واحد رايق هاي العقليات كلها لازم أنا أتبرمج عليها وكيفها زي ما بدي أنا كيف أنا بسيطر عن نفسي بشوفي إذا أنا سيطرت عن نفسي سيطرت عن قدامي صحيح اثنين انت حكيتي شغلة كمان اللي هي الجمهور الخاسر نوعية الجمهور الخاسر انت بدك تميل شوي معه مش تعاطفا منك لأنه مثلا خسر بدك تقدر المشاعر اللي هو فيها تستوعبه شوي خليه ينفس خليه يعمل له إشيه الجمهور الفايز مبسوط وهاي حياة دوار زي بتحكي اليوم كان فايز بكرة بدي خسر فصورنا نأقلم حالنا ونأكيف حالنا على مشاعر الناس وعلى التصرفات اللي تصدر حسب الشعور اللي بعشوه ففعليا إحنا نتعب على قاعدين على حالنا وحكيت لك أنا موصن للكمال للأمانة بننتقد أنفسنا بنراجح حالنا تعالوا إحنا شو اللي عمنا مثلا طب أنا لما حكيت مع الجمهور هيك بالطريقة هي غلط ولا صح طب هو شو ذنبه طب هو جاي بديه مبسط أنا إن وجدت هون لأجله فهو جاي بديه يلاقي الأمان بديه يلاقي المساحة الكافية له بديه يلاقي البيئة اللي ينفس فيه عن اللي جواته فأنا لازم لازم أكون أنا قادر أسيطر عن نفسي أول شي وعشان أسيطر عن قداني وفاقد الشيء لا يعطيه إذا أنا مش أضابط نفسي ما رح أضبط القداني صحيح طيب كيف يتم تقسيم المهام يعني إحنا في مباريات في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب وفي رياضات مختلفة فكيف بتقسموا هاي المهام إحنا ست تشوفي كوحدة أم الملاعب حكيت لك إحنا معنيين بكل الواجبات الرياضية من شمال الأردن لجنوبها وأحنا أن وقاعي ملموسة الآن أنا وأنا بحكي معك الآن يعني عندي فعليات بالعقبة امتهت مباري غرب آسيا عندي مباري كان الوحدات والصريح عندي كان بعمان الجزيرة المغير عندي اليوم رمث وشوه بأردن عندي بعمان مثلا بوكر رمبرات الشباب الأردن ونسحاب عفوا النسحاب والسلط والصريح شوفي الفكرة وين أنه أنا بجيب مرتبي من كافة محافظات المملكة جميل بعمل أنا تقسيمات على أساس أن أقدر أغطي كل الفعاليات مجموعة العقبة اللي هي معنية بالجنوب مجموعة الشمال بتوعنا بالصلاة الرياضية اللي مقامة بصلاة الأمير حسن وملعب الأمير حسن برضو كرة القدم عندي عمان قويس ما مثلا صلاة الأمير حمزة وسمية في ما بقدر أنا لازم أوزع جغرافية أنا لازم أحمل توزيع جغرافي لمرتباتي حتى كمان ما أثقل الناس يعني تعب وهجهد وأنتي بتشوفينا دائما فترة طويلة كثير يعني بنطلع قبل المباراة مثلا ثمان ساعات بنظل إلى بعد المباراة بساعة ونص ساعتين لا يقل عن ساعة ونص ساعتين طب هذا بدي روح هذا بدي رجع عن نحن يعني إدارين مسيطرين الحمد لله أنه أي واجب يجينا في واجبات مبرمجة في واجبات يجينا يمكن هيك شوية على أبو غفل خل نحكي فإحنا جهزين يعني أنا أكثر أردن أنا أحكي لك الآن أنا وأنا معك كل طواقمنا بكافة محافظات المملكة بتتعامل مع كافة الواجبات الحمد لله اللي بتجينا فيعني هي بتعتمد على التوزيع الجغرافي وبرضو كمان العقلية اللي بنينا مرتباتنا عليها أنه هذا وشغل كل محدد فاشتغلوا عليه فكان عندنا قابلية على أي واجب يجينا سواء كان بشمال أردن أو بسطة أو الجنوب جميل حديثنا معكم مستمر ميلاد بيك بسنا نطلع فاصل قصير خليكم معنا ومكملين الحديث عن وحدة أمن الملاعب أهلاً فيكم من جديد مكملين معاكم بحلقتنا لليوم والحديث عن وحدة أمن الملاعب مع ضيفنا قائد وحدة أمن الملاعب المقدم ميلاد وريكات برحب فيكم من جديد ميلاد بيك نرجع لموضوع الترتيبات والمباريات يمكن أنا حضرت أكثر من فعالية رياضية كنتم متواجدين فيها سواء سلة أو كرة قدم بس نحكي عن مباراة القمة اللي صارت الأسبوع الماضي بين الفيصلي والوحدات إذا ممكن نشرح للمشاهدين أكثر في وقت هاي المباراة تحديدا كيف بتم الترتيب لمباريات بهذا الحجم من الجماهير ومن أي ساعة أنت قلت بتكونوا قبل ثمان ساعات موجودين هاي المباراة بس هاي المباراة بطفية هاي المباراة من قبلها بيوم والله من قبلها بيوم هل أشوف ستي هو الترتيبات إحنا حكيت لك بيشتغل بعقلية الأمن العام الآن جهاز واحد دفاع مدني شرطة درك وأنا بحكي لك إشي واقعي قعدنا نشتغل على المباراة نفسيا لكل مجهز حاله المباراة سواء إعلام سواء جماهير سواء كوادر أمنية كوادر إدارية أنا بتأخذ إلها صدى على مستوى العالم العربي والدوليا كمان نعرف نحن قداش الدير بي حساس من أسبوعين قعدنا كأجهزة أمنية مختصة كل حدا فينا أخذ اللي عليه الدفاع المدني للأمانة كان موجود عنا ثلاث سيارات تسعاف كان عنا كوادر بشرية موجودة مع الجماهير اللي هي المسعفين جينا على الأخوان بالشرطة السير المديرية الشرطة المعنية اللي هي وسط عمان قياد قوات الدرك توجيهات عطوف اتقاد قوات الدرك كانت على أنه إحنا ما نترك مجال لأي خلل سواء من خارج الملعب أو من مساحات المحيطة إلو أو الداخل الملعب قاعد نحطينا الخطة الأمنية طبعا هذه الخطة الوضعت بنانا على استشعارات وفرضيات أجتنا من جهات الاستخبارية المختصة عطتنا فرضيات الفرضيات الحمد لله زبطة معنا توقعنا سعة الملعب أتوقع كانوا بيعين خمسة عشر ألف ومئة تذكرة دخل الملعب أربع عشر ألف وثمامية يعني أنت بتحكي عن خمسة عشر ألف موجودة داخل محيط فيه كوادر أمنية كوادر إدارية كوادر إعلامية وفيه مشجعين وفيه إداريين وأركان اللعبة إحنا كمان مرات همنا الكبير كمان اللهم اللاعبين والحكام إطلعنا قبل المبارة بيوم طبعا أنا شخصيا أنا بحكي على الشاشتك قدام الناس قاعدنا مع الروابط كافة الروابط وجلسنا مع روابط الفيصل والوحدات وجهنا حاننا كنا ما بدأكي وجهنا الجمهور لأنه كنا إحنا بخندق واحد نمشي باللعلموضة إنه إحنا هاي المباراة بنا نطلع فيها وهي ميلاد بيك عم نشوف كمان إحنا الارتيبات زي ما تشايف هاي التفتيشات المستلزمات اللي بيجبوها الروابط إحنا هلأ الروابط هم شو بيعملوا بيبعت كتب للاتحاد إنه بنا ندخل مثلا التيفو بنا ندخل القرمات معينة طبعا للأمانة أنا بشكر من خلال شاشتك جميع تطلع يا مثلا الوحدات تطلع الفيصلي بشكر تيفو سواء الفيصلي والوحدات تيفو كان مختلف في هاي المباراة بجل من أنا هيني أنا بحكي يعني كرجل أمني وكابن يعني رياضي إنه اللي عملوه المباراة هاي إشي واحترم أشكرهم أنا كروابط يعني الأمانة على الإشي المنظر الجميل اللي قدموه لعبر الشاشات لكل العالم لأنه هاي المباراة بتعرف قديم مشاهداتها هل هم بيجيبوا للتيفوهات هاي بيجيبوا للجارمات بيأخذ موافقة إدارية من الاتحاد الأردني إحنا أمنيا زي ما أنتشايفها بنفتش كل إشي الرولات الكياس النايلون سواء كانت التيفوهات للجارمات سمحنا أنا هيني بحكي عكتولهم هاي المباراة بأنها تكون يعني مباراة جمالية هاتوا شوفي عندكم أنتو تيفوهات شوفي عندكم إشي قدمونا إياه أمنيا ما عنا مشكلة ما في إساءات أخلاقية ما في إساءات دينية ما في إساءات سياسية ما في إساءات اجتماعية للأمانة تطلعي شايف الوحدات شو عمل والفيصل لنفس الشي كمان التيفو تبع الفيصل فكان الأمور ماشية بطريق يعني للأمانة مرشو صح سلس احنا قبل همبراب يوم هيئنا الملعب للأمانة أنا باسمك كمان يعني بشكر كوادر المدينة الرياضية وكافة المدينة الرياضية لكن المدينة الرياضية بهذه الفترة بتحديدا عملوا معنا شغل طيب وعملوا معنا إشي محترم قدمونا الملعب صح الاتحاد الأردني للأمانة يشكر على كوادره التنظيمية نزلونا موظفين مبيعات التذاكر بعداد ليه؟ لأنه إحنا عارفين ونجينا 15 ألف نعم عشان ما يصير ضغط للأمانة وأنا ستي يعني بكل فخر بحكيها كمنشأة رياضية وكحدث رياضي بعد غياب ثلاث سنين من كورونا والناس متشوق والناس بتتطلع وحب تشوف الفيصلي وحب تشوف البحدات بيجي عندك 15 ألف بيدخل على ملعب يعني تقديراتنا ودخلوا بكير يعني أحنا أنا بتذكر أنا وصلت ممكن قبل 45 دقيقة من المباراة ما كان فيه ولا حدا من الجماهير برا كان كلهم على المدرشة الحمد لله لكن كان فيه شغلة الشماريخ هذا التفتيش يعني تفتيش دقيق جدا وأي شخص بفوت وأنا يعني كلنا تفتشنا ومش أي تفتيش عادي يعني مستحيل أي إشي يزرق صحيح على الملعب بس كان فيه شماريخ في هذا الملعب إيش اللي صار هي للأمان إحنا واضحين يعني وما فيه إشي إحنا بالعكس يعني لأننا قويين بنحكي بوضوح أكيد أنا أريد أحكي لك قبل الموضوع الشماريخ أنا أريد أحكي عن موضوع الأهم بالنسبة لي أنا أمنت أولاد بلدنا واللي هم جمهورنا أمنتهم 15 ألف وعلى عينك أنا ما بدأت جامل أمانة على عينك بيدخل لأول مرة 15 ألف بسلاسة وبدون تأخير بدون تكدس أو تدافع وما صار فيه حالات الإغماء اللي صارت من الفرحة أو من الهدف ولا تدافع ولا أي شيء لا تدافع لا تكدس لا صار عندي اشتباك هاي جمهور الوحدات طلع وصل لمنطقته بسلامة وجمهور الفيصلي الـ 11 ألف اللي كانوا موجودين لأنها أرض الفيصلي فأركان اللعبة ما كانوا يعني ما كان فيه استرس عليه لأنه كنا مخططين صح موضوع الشماريخ يعني للأمانة يعني أنا بقولك أنه إحنا كتفتيش أو كإجرات أمنية قصرنا فيه لا والله ما قصرنا اللي علينا عملناه وزيادة وأنا هذا الحكي مسؤول فيه قدام رب العالمين وقدام الناس كلها إنه اشتغلناها صح وما جبنا للجلسة الكيناين وأفريقى التفتيش متخصصة لكن بدي أحكي شغلة أنا دائما الكمال لرب العالمين دائما اللي بده يخرب بيسبق اللي بيزبط يعني أنت بدك تعمري شغلة بدك تبنيها صح بتتعب عليها الخراب سهل صحيح ممكن أنا أستغفلك ممكن أدخلها يعني بطريقة يعني غير مشروعة يعني هي أكيد غير مشروعة الطريقة طبعا أكيد مع التفتيشكم أكيد طريقة أنا كنت من ملعب قبلها بليلة وشبابنا سواء القوات الأجهزة المنية كافة ما ساحنا الملعب صح وحتى المرافق الصحية الكراسي لكن أنت بتحكي عن 15 ألف يعني إلا ما ما يصير في خلل معين سواء مقصود أو غير مقصود صحيح طب هل منع دخول الشماريخ إلى الملعب هو قرار من الأمن أم من الاتحاد ست أنا إحنا كمجتمع أردني سواء أجهزة أمنية أو أجهزة إدارية أو أجهزة أو اتحاد أردني قائم أو لجنة أمبية ما إحنا متعودين على هذه المناظر صراحة يعني يمكن لسه العقلية مش بقابليتها هلأ إحنا شوفي أنت المنظر إحنا ما شوفي دخل الشماريخ بس الرمي اللي صار صحيح للأمانة إحنا أنا بشكر جميع الجماهير ولكن الفئة اللي اللي تعاملت معنا بالشكل هذا ترى على فكرة تم ضبطها تم ضبط 15 شخص وتم معاقبتهم وتم معاقبتهم ورح نظل رح نظل شو طبيعة العقوبة أنا بتركها للقضاء ست اللي فيه قرارات فنية وإدارية للاتحاد لكن أنا قرارات قضائية بتركها للقضاء كأشخاص لكن أنا هيني أنا هذا يعني ما رح نسمع وما رح نخلي أيحد يسي حتى حتى رمي المي حتى رمي كسات المي مش واجب أمني ترى مش خطأ أمني واجب كسات المي اللي رمت كسات المي ما هي بتنبعجو الملعب عشان الجمهور يشرب وهو قرار تسر له ثلاث ساعات أسهل إشي عندك أنك أنت تعطي قرار أمني صحيح بس تعالي أنت على على خمسة عشر ألف قذير الرمى مئتين كاسة نرموا مئتين شخص لكن في 14 ألف ونص مواطن منهم طفل منهم ستة كبيرة منهم بنات منهم مريضين منهم واحد بدي أخذ حب الدواء بدوا كاسة مي صح طب أنا كنا قادرين نمنع ونقطع المي بس برضو كمان إحنا إنسانيين ورحمة ربنا موجودة يعني تسبق دائما رحمة رب العالمين تسبق أي قرار قلنا يعني نتحمل حالنا بيررم ونتحمل لكن أنا بإسمك يعني أنا ما بعرف يعني إحنا بنقوم بالواجب الأمني وانت هيك عن طريق قناتك المحترمة وبرنامجك الفخم انت قاعد بتوصل الرسائل وأنا بعرف مين سميح وبعرف الكوادر اللي عندك للأمانة وكل الأجهزة الإعلامية الناشط الروابط والإخواننا الإداريين إدارات الأندية وروابط المشجعين واللاعبين إنه هذا المنظر مش منظر ترى فيصل وحدات رمثة جزيرة عقبة هاي أردن يعني هاي كان في حضور إعلامي كان في حضور أجانب أنا أنا المبارة هيدا خلح حوالي خمس جنسيات حابين نشوف فيصل وحدات هلأ إحنا مناكفات بدنا صخب بدنا أكيد جمهير تعالوا بس بدون أذى بس أنت يعني الفكرة وين طب غرامات الأندية ومناظر مش مش الأمانة أنا يمكن إذا زمناء أنا بالقناة رؤية رصدوا ردود الفعل ما بعد المبارة الكل مستأترة مستئين الجمهور مستئين لأنه للعمل غلط للعمل مش تكسير أمني ولا تكسير إداري تصرفات فردية فردية صحيح هي في أموعية أنا ما من قدر نعمل أغلب الناس أغلب الناس كانوا مستئين أنه ما منها هي كثيرة فإحنا منقول يا رب أنه هالناس يعني تصل لمرحلة أنها خرص يعني توقف هالتصرف ميلاد بيك منقدر نعتبر أنه بالأردن في ظاهرة شغب ملاعب بالمعنى الحقيقي لا لا ما في عنا شغب شوفي إحنا أنا أنا من خبرتي بالملاعب ومن خبرتي بالملاعب العربية والأوروبية يعني بتطلع قاعد أنا على وإنتوا أدرى مني يعني إنتوا بتشوفي ملاعب أوروبا شو بصير فيها بتشوفي ملاعب العرب إحنا إحنا بفضل الله جماهيرنا وعية جماهيرنا محترمة ولكن إحنا عندنا شغب ترى محصور فقط داخل الملعب وكيف الشغب شغب لفظي مناكفات أو كسات ماء شتائم أو كسات ماء بس تعالي هون تعالي على فكرة كثير لازم نستعرفها يعني كل اللاعبين وكل الجماهير ترى بعد المباراة بيقعدوا مع بعض علاقات اجتماعية نسب صحاب زملاء بالشغل يعني أنه في حقد مدفون أو حقد مستمر لا الأمانة يعني الكل بيطلع مبسوط وشفت أنت جمهير الوحدات بعد المباراة الفيصلي شكروا لعبين الفيصلي وحي الروح اللي عند الفيصلي جمهير الفيصلي بكذا مرة سابق شكرت مثلا لعبين الوحدات شكرت لعبين رمثة لأنه العقلية اللي عندهم فقط إنه داخل المدرج أنا بنفس بطلع بتيفو معين بطلع ممكن بحكي بألفاظ بس بعد المباراة صحيح الأمور بتكون طبيعية بشكل سريع يعني للأسف في الوقت وعبر برنامج أكسترا تايم للجماهير أنا ستي أول شي بشكرك بشكر يعني برنامجك وبشكر كوادرك وبشكر قناة رؤية وللأمان أنا برفقه على المستوى الشخصي قد أنتوا بتتعامل وتتعاطوا معنا بالتفاصيل اللي بيقوم فيها أنا بقول إنه إحنا بنتمنى من إخواننا الإدارات الأندي أول شي وروابط المشجعين واللاعبين ما يأخذوا الموضوع النادي إنه أنا أعب ألعب مثل نادي معين إنه فقط أنا بدي أفوز مباراة بدي مكافأة وبدي راتبي وأنا صرفت وأنا بطلق لا لا فيه موضوع أكبر فيه موضوع اللي هو سلامة الناس و و أخذني أحكي البيئة النظيفة للملعب لازم إدارات الأندية لازم روابط المشجعين اللاعبين الكباتن أنا بعتبع أصحاب الخبرة صراحة لازم يكون في جلسات توعية وتثقيف منهم ندخل عمل عبنا بسلاسة باحترام بنغني ننبسط بس ما نأذي بعض مسبة ما نأذي بعض بالشتائم بالأعراض بالرمي الكسات فيه أطفال فيه بنات قاعدين يجوا إحنا قاعدين نقول لأن الله بدنا العائلات ترجع وقاعدين مبارح بنحكي جمهور العائلات بدنا نعمل له درجة مخصصة جميل صدقيني أنا دائما بخطط لقدام كجهاز أمني دائما برسم لقدام ما بدي أخصر هاي الناس فإحنا بنقول يعني ياريت أنه يعني الناس كلها تو على هاي النقطة وفعلا نكون صدقين لأنه تعاهدنا مع الروابط قبل قبل أتذكر شهر وإشي أنه بنطلع بنطلع قوية أنه كل ملاعبنا تكون خالية لكن بتمنى نستمر ونظلم كمية هاي الطريقة إن شاء الله رح نستمر يعطيكم ألف عافية يعني نشكركم فردا فردا على كل الجهود اللي بتبذلوها للحفاظ على الأمن في كافة الملاعب وكافة الرياضات وبدي أشكرك لحضورك معنا تشرفنا فيك وأنا سنتي أكثر إن شرفيني قولنا موجود معكم وعن جدي يعني وقت يعني مر بسرعة إن شاء الله نشوفك بالملاعب ونرجع ونشوفك هون مرتا هل زيني على العقبة بكرة؟ لا إن شاء الله إن شاء الله سنتي مشوفكوا وعنا نحن بعمان بكل مكان إن شاء الله دائما من أبرين معنا أهلا سهلا شكرا شكرا